اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علماً فهما في الوزر سواء نية عنده نية عنده عزم عنده إرادة أنه أنا لو معي مصاري لأفعلن وأفعلن في معصية الله فأخذ بنيته ما أخذه ذاك لذلك يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات فليراقب أحدنا نيته في كل عمل في صلاتك في صومك في طعامك في شرابك أهل التربية الروحية لا زالوا يؤكدون على السالك أن يجعل حركاته وسكناته كلها لله تعالى فأنت إذا أكلت إذا جلست لتأكل والأكل مباح والأكل عادة اجعله عبادة قل نويت التقوي على طاعة الله تعالى والأصل القول النية ليست في اللسان محلها القلب أنت حتى طعامك من أجل أن تزداد قوة لتخدم دين الله عز وجل حتى منامك حتى لعبك ولهوك من أجل أن ترتاح لتقبل أكثر على خدمة دين الله عز وجل دراستك لأجل أن تعلي كلمة لا إله إلا الله عملك لأجل أن تغنى فتنفق في سبيل الله زواجك قال لي أخون إنه تزوج واختار زوجة بناء على النية التي وضع لأنه يريد أن يجعل من ابنه على درب سيدنا عمر بن الخطاب فاختار زوجة عقلها وهمها وفكرها يناسب عقله وهمه وفكره ونيته أما إذا واحد بدّو يتزوّج بس مشان بدّو واحدة حلوة، واحدة ظريفة، واحدة موطن لشهواته يا حصرتي يعني أنت فعلت كما تفعل سائر المخلوقات ما أنت تقول في صلاتك إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وإذا جعلت نيتك الله عز وجل فسيعطيك الله عز وجل الدنيا والآخرة لكن إذا جعلت نيتك شهوة فستنالها وحسب إذا جعلت نيتك منزلة في الدنيا ستنالها وحسب لكن إذا جعلت هدفك ونيتك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فستعطى الدنيا والآخرة والصالحون قالوا في النية مطلوب لك ثلاثة أمور أولها أن تعظم النية اجعل نيتك عظيمة ولا أعظم من أن يرضى الله تعالى عليك وثانيها تصحيح النية صحيح نيتك وأنا أدعوكم الآن أيها الإخوة والأخوات ولعلك جئت إلى هذا الدرب ونيتك ليست صحيحة الآن صحيحها تصحيح النية وفي كل حين راقب نفسك بأن نيتك ما زالت صحيحة أو تغيرت إذا صحيحة فأحمد الله وإذا تغيرت فأرجعها إلى طلب الله عز وجل ورضاه فأنت بحاجة مع النية إلى ثلاثة أمور تعظيم النية وتصحيح النية واستصحاب النية اصحبها معك حيثما ذهبت وحيثما نمت وحيثما قمت وحيثما غدوت وحيثما رحت اجعلها معك لأنك إذا استحضرت نيتك بأنك تطلب رضى الله عز وجل سيهون عليك كثير من مشاقي هذا الطريق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر